بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم التاسع والعشرين من شهر أمشير المبارك استشهاد القديس بولي كاربوس أسق في سيميرنا في مثل هذا اليوم من سنة 167 ميلادية استشهد القديس بولي كاربوس أسقف سيميرنا الشهيرة بأزمير وقد تتلمذى على يد القديس يوحنى الإنجلي وهو الذي يعنيه الرب يسوع في سفر الرؤية بقوله واكتب إلى ملاك كنيسة سيميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان لا تخفي البتة مما أنت عتيد أن تتألما به هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة وفيما كان القديس أغنطيس بطرياركو أنطاكية ذاهبا إلى روما للاستشهاد مر على مدينة سيميرنا فخرج القديس بولي كاربوس لملاقاته وعانقه وقبل قيوده وعندما وقع الخلاف بين كنيسة روما وكنائس الشرق بخصوص موعد عيد القيامة المجيد ذهب القديس إلى روما سنة 157 ميلادية واتفق مع باب روما بخصوص هذا الأمر ثم عاد إلى مقر كرسيه وباشر أعماله الرعوية بكل همة وغيرة مقدسة ووضع مقالات كثيرة وما يامر عديدة عن الميلاد البتولي والموت والجحيم والعذاب كما كتب عن القديسة العذراء مريم وعن تدبيرات الخلاص وبذلك جذب نفوسا كثيرة بتعاليمه النافعة إلى الإيمان بالسيد المسيح ولما أثار الإمبراطور مرقس أوريليوس الاضطهاد على المسيحيين قبض على القديس بولي كاربوس وحاول معه لكي ينكر المسيح فأجاب بولي كاربوس ستة وثمانين سنة أخدمه ولم يسبب لي ضرر فكيف أجدف على ملكي الذي خلصني أجاب الإمبراطور إن كانت الوحوش لا تخيفك فسأجعل النيران تلتهمك إلا إذا رجعت عن إيمانك أجابه القديس إنك تهددني بالنار التي تشتعل ساعة ثم تنطفئ لأنك لا تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص الأبدي المعدل الأشرار حينئذ بدأ الإمبراطور يعذبه بعذابات عديدة ثم أمر بوضعه في النار فلم تؤذه أخيرا أمر بطعنه بالحربة فتدفق دمه وأطفأ النار وفاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الحياة وأخذ المؤمنون جسده الطاهر وكفنوه وصلوا عليه كما يليق ثم دفنوه بإكرام جزيل بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبذية آمين دفنار اليوم التاسع والعشرين من شهر أمشير المبارك شهادة القديس بولي كاربوس الأسقف أفتحوا فمي أنا الشقي لأقص كرامة هذا الأسقف والراعي العظيم لمدينة أزمير أبينا بولي كاربوس المغبوط هذا أقام على الكرسي سنين كثيرة وأزمنة عظيمة إلى أنصار شيخة ووضع مقالات وميامر مقدسة لا يحصى لها عدد وقدم نفوسا كثيرة إلى الله الآب بأقواله المحيية ولما كان في أيام الاضطهاد اشتهى أن يسفك دمه على اسم يسوع المسيح لكي ينال الحظ مع الشهداء الأطهار فأمر شعبه أن يثبت قلوبهم في الأمانة المقدسة الثالثية وقال لهم من الآن لا ترون وجهي دفعة أخرى ثم تقدم إلى الوالي واعترف بالمسيح إلى هنا فعذبه جدة وأخيرا أخذت رأسه بالسيف فنال الإكليل غير البالي في السماوات مع كافة الشهداء والأساقفة بالصلواته يا رب أنعم لنا بغفران خطايان وأنا أيضا الخاطئ والبائس الشقي ساعدني يا مخلصي لكي أنهض قائمة لأني أريد أن أتوب لكن طهرني من جميع آثامي لكي أنطق بكرامة أبينا الصديق الأسقف القديس وشهيد المسيح الراعي الصالح الأنبى بولي كاربوس ابن الرسل هذا الذي بلغت تعاليمه إلى أقطار المسكونة حقا قد كمل عليك قول المرتل داود الملك البار هكذا قائلة طوبى للرجل الذي لم يدبع رأي المنافقين واعتقادات الناس المخالفين وهذا لم يقف في طريق الخطاة ولم يجلس على كرسي المستهزئين الممتلئ ضحكا لكن إرادته دائمة أمام الرب ضابط الكل وفكره المملوء رحمة فاحص في جميع أعماله وهو سبع مرات كل يوم يتلو في ناموسه نهارا وليلا كمثل الملائكة لأنه يتلو في حكمة الرب وناموس الله في قلبه فاعل حقيقي حقا إنه حفظ وصايا الرب وأخذ الخمسة وزنات وتاجر فيها جيدة وسمع الصوت الحلو من الرب قائلة ادخل إلى فرح سيدك المعدلك أطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا